موسيقى السفير احمد علي عبدالله صالح يناقش مع غريفة اهمية انهاء معاناة اليمنيين بالوصول الى سلام شامل تفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي واكثر من ثلاثمائة ينتظرون الموت الحوثيون يندحرون من ميدي وخسائر قسيمة في الارواح والعتاد من العناوين الى التفاصيل اهلا بكم التقى السفير احمد علي عبدالله صالح مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن السيد مارتن غريفة ونائبه السيد معين شريم وطاقم مكتبه اللقاء ناقش الاوضاع في اليمن ومن يعانيه الشعب اليمني في المجالات المختلفة خاصة في الجوانب الانسانية وافاق الوصول الى تسوية سياسية عادلة وتحقيق السلام الدائم والشامل الذي ينهي معاناة ابناء الشعب اليمني الراهنة ويضمن امن واستقرار اليمن والمنطقة وقد اطلع المبعوث الاممي الى اليمن سعادة السفير على نتائج مشاوراته مع مختلف الاطراف وطبيعة مهامه خلال المرحلة القادمة وتطرق اللقاء الى وضاع المؤتمر الشعبي العام حيث اشاد السفير احمد علي عبدالله صالح بمواقف قيادات المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن وخارجه وصمودها وثباتها من اجل وحدته وتماسكه ودوره ومواقف المرأة المؤتمرية مشيرا الى ان المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيما موحدا وقادرا على تجاوز مختلف التحديات وسيكون له دور محوري خلال المرحلة القادمة سيما وانه تنظيم كبير يحمل فكرة الوسطية والعدال ويتواجد في كل انحاء اليمن اللقاء اكد اهمية استيعاب جميع الاطراف للمشاركة في بناء اليمن مؤكدا بان صنع مستقبل اليمن يتطلب العودة الى الحوار والتفاهم والدفع بالمسار السياسي الديمقراطي الذي يضمن الشراكة للجميع متمنيا للمبعوث الاممي النجاح في مهمته لاحلال السلام والاستقار في اليمن حضر اللقاء العميد عمار محمد عبدالله صالح كما التقى مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن السيد مارتين غريفيت ونائبه السيد معين شريم وطاق مكتبه بعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام منهم الشيخ قاسم الكسادي والاستاذ احمد الكحلاني والاستاذ حمود الصوفي والدكتور عبدالله ابو حورية اللقاء ناقش تطورات الاوضاع في اليمن حيث اكدت القيادات المؤتمرية اهمية السعي لانهاء معاناة الشعب اليمني وانهاء مرحلة الاقتتال والسعي لتحقيق السلام كما ناقش اللقاء المسؤولية الملقاة على عادة كافة القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام للخروج بحل شامل وكامل للازمة اليمنية حيث اكدت القيادات المؤتمرية ان المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصا على مد يده للسلام ودعم الجهود الاممية الرامية الى انهاء الحرب واعادة الامن والاستقرار والسلام الى اليمن تتفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي يوما بعد اخر في محافظة الحديدة حيث اغلق مركز الغسيل امام المرضى بسبب نقص المحالين والمستلزمات الطبية وتوقف الميزانية التشغيلية للمركز الوحيد لاكثر من عام مأساة جديدة نعيشها مرضى الفشل الكلوي في محافظة الحديدة بحثا عن جلسات قسيل كلوي لعلها تعطيهم املا في الحياة بعد ان تفاقمت معاناتهم وازدادت اوجاعهم جراء توقف المراكز عن اجراء جلسات القسيلة لهم ونفاذ المحالين مما يعرض حياتهم للخطر والموت في اي لحظة الان الواحد اليوم يجيس ثمانة ايام ستة ايام سبع ايام على حسب المواد حينما تجي المواد غسيل ما فيش كده حانعاني لما ما فيش معكم مواصلة حتى والمواصلة التعب على نبيك صراحة ما عندناش احيانا يكون المواد واناش حتى الفلوس والله تسلف سلب اخرتها ما فيش مرضى الفشل الكلوي يشكون من تأخير جلسات الغسيل في عدد من المراكز والتي توقف بعضها عن العمل لأسباب عديدة ابرزها النقص الحاصل في الامدادات الطبية وشحة المحاليل والنفقات التشغيلية لا ادى الى وفاة عدد منهم مرمين تعباني من المواد من المحاصرات علينا ومن المحاصرات لكن الحمد لله نشكره ثمانمائة واثنان وخمسون حالة مرضية تستقبلهم مراكز الغسيل الكلوي في الحديدة من المحافظات والمديريات المجورة كمحافظات حجة والمحويت وريمة وذمار لكنها اغلقت ابوابها لشحة المحاليل الخاصة بالغسيل فتبقى مركز واحد يعمل في هذه المحافظات تخفيض جلسات الغسيل يسبب مباعفات وآلام كبيرة للمرضى ما زاد من حجم المعاناة الأمر الذي أدى إلى وفاة البعض منهم الإمكانيات وتأخير وصول الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرة المركز على استيعاب المرضى خصوصا القادمين من المحافظات المجاورة بأعداد هائلة تفوق طاقة المركز وكلها أسباب أدت إلى وفاة مرضى الغسيل الكلوي بالحديدة إلى ذلك يهدد الموت حياة أكثر من 300 مصاب الفشل الكلوي بمركز مرضى الغسيل في مصطفى الثورة في تعز مصادر طبية نشدت وزارة الصحة والمنظمات الدولية والإنسانية إنقاذ حياة المرضى وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلة وإيجاد حل قدري لمشكلة احتياجات مرضى الفشل الكلوي قبل فوات الأوان في محافظة الذمار أقدم طاقم حماية القياد الحوثي صالح الصماد على دهس سائق وراكب دراجة نارية في مدينة ذمار حيث لقي أحدهم مصرعه جراء الحادثة شهد عين أكدوا أن الطاقم الحوثي رفض نقل المصابين إلى المستشفى ومضى في طريقه ليتولى بعض الأهالي والمرة نقل المصابين إلى المستشفى لكن أحدهم توفي بعد دقائق من وصوله إلى المستشفى وتعد حوادث دهس المواطنين من قبل مسلح الحوثي الذين يقودون سياراتهم بسرعة عالية أمرا شائعا في مدينة ذمار ففي الأسبوع الماضي دهست مركبة يقودها نجل قياد حوثي سيدة مع طفلتها وتوفيتا فرضت جماعة الحوثي إتوات مالية تحت مسمى المجهود الحربي على كل شركات الأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة صنعاء مصادر طبية مسؤولة أكدت لوكالة خبر أن ميليشيات الحوثي أجبرت كل الشركات المستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج على دفع إتوات مالية تحت مسمى المجهود الحربي ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات فرضت نحو 10% من أرباح الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة لكل شركة وتباع في الداخل كنسبة مالية تتسلمها الميليشيات بشكل سنوي مشيرة إلى أن الشركات تدفع هذه النسبة المالية من أرباحها علاوة على الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها لجرح ميليشيات الحوثي من وقت لآخر أبو درويش قصة معاناة إنسانية أصيب بمرض عضال أفقده الحركة ليصبح عالة على الأسرة التي باتت تفترش الأرض وتلتحف السماء وتعجز عن إنقاذ رب البيت بسبب الحرب التي بات اليمنيون يصارعون الموت قتلا ومرضا وجوعا كان لها الظل والحائط الذي تتكئ عليه قبل أن يصاب بمرض عضال أفقده الحركة ليصبح عالة على الأسرة التي باتت تفترش الأرض وتلتحف السماء وتعجز عن إنقاذ رب البيت أم درويش ذات السبعين عاما تكابد الخياء إلى جوار زوجها المقعد الذي أصيب بالشلل ونجلهم الوحيد درويش الذي يعمل حمالا لسد احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب فيحالفه الحظ تارة ويعود خالي الوفاظ تارة أخرى ما أنا أشهب أنا الحال أعلم بها الله ونروح شفار اليوم نحصي اليوم ما نحصيش إيش تشتغل شغال حمال أخير الله لم يبقى لأبي درويش إلا الدموع التي باتت تحرق مقلتيه ليلا ونهارا وتحكي أوجاعه ومعاناة أسرته فتحنقه عبرات الألم وآهات المرض في زمن ما يسمى بسلطة الأمر الواقع التي لم تعد تبالي بحال الناس وما وصل إليه من سوء كانت هي المتسبب الرئيس فيه بكلمات حزينة وجسد منهك تعبر هذه السيدة عن معاناتهم مع المرض والفقر في آن الواحد في ظل أوضاع اقتصادية غاية في السوء نتيجة الأوضاع التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب العبثية التي قتلت كل مظاهر الخياة في البلد تحط أم ذروه شواقعها المأساوي وكل أملها أن يمحى الألم من خياتها تجلس عاجزة دون لا حول لها ولا قوة بجانب زوجها المقعد الذي ملأت صرخات أوجاعه كل أرجاء هذه العشة التي أصبحت ملجأهم الوحيد يمسك بيدها علّه يستمد منها القوة لمواجهة المرض وقسوة الظروف التي فتكت به وبأسرته هكذا بات ينقل رب البيت الذي كان ذات يوم عماد أسرته وسندها قبل أن يصاب بالشلل وباتت حياة زوجته وابنه مشلولة من بعده وحصولهم على وجبة غذاء وشربة ماء أمل يطمحون إليه في ظل سلطة بات اليمنيون بسببها يصارعون الموت قتلا ومرضا وجوعا تناولت مواقع إلكترونية ونشطون صورا للوحات الإعلانات ولوحات محلات الأعرس التي شوهت وموهت ملامحها المصادر ذكرت أن جماعة الحوث الإرهابية أصدرت توجيهاتها لأمين العاصمة المعين منها بتشويه صور عارضات فساتين الأعرس النسائية ونشر الناشطون صورا لمحلات في شارع كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء مغشية على وجوه عارضات الفساتين في اللوحات الدعائية للمحلات وسخر الناشطون من توجيهات الحوثي ووصفوها بالداعشية وكان الحوثيون قد تلقوا توجيهات مطلع العام الحالي من زعيمهم بمنع وإقفال أقسام العوائل في المطاعم والكافيهات بالعاصمة صنعاء ضمن مشروع الجماعة الرمي إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتهم وإقفال جميع سبور الحياة في وجه الشباب لاستقطابهم إلى جبهات القتال دفاعا عن الميليشيات ومشاركة في حربها ضد الوطن وتعيد ممارسات ميليشيات الحوثي إلى لذهان ما كان يمارسه تنظيم داعش الإرهابي في مدن عراقية وسوريا أثناء سيطراته عليها إذ اتبع الحوثيون ذات الخطى لقمع الحريات العامة ومحاصرة المواطنين بأفكارها المتطرفة اندحرت ميليشيات الحوثي ظلامية من مدينة ميدي في محافظة حجة بعد تكبدها خسائر فادحة وفي نهم صرواح تلقت مزيدا من الضرابات المسددة ألحقت بها هزائم كبيرة مستقدات الجبهات نتابعها في التقرير التالي تتوالى انكسارات جماعة الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات البداية من صعدة حيث دحرت الميليشيات من مواقع جديدة في مديرية باقم المعركة مع الميليشيات الحوثية في صعدة تحتل أهمية قصوى في الحسابات العسكرية والسياسية فهي تضم مركز القيادة والتحكم للفكر الحوثي كما أنها تمثل العمق الجغرافي للحوثيين وفي جبهة ميلي توالت الضربات الموجعة على عصابة الحوثي الإرهابية فقد لغي العشرات من مسلحي الجماعة مصرعهم وجرح وأسر آخرون في المعارك الدائرة هناك وذكرت مصادر ميدانية أن الاشتباكات لا زالت متواصلة في آخر أحياء المدينة من الجهة الشرية وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تخوض منذ يومين معارك عنيفة لاستكمال تحرير كامل المدينة وأن المعارك لا زالت مستمرة فيما تكبدت الميليشيات خلالها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إليكم تسليم أنفسكم وإلا سيتم التعامل معكم بجميعا وعلى أسلحة إلى جبهة نه التي قتل فيها أربعة من الميليشيات الحوثية خلال مواجهات مع القوات الحكومية ووفقا لمصادر ميدانية فإن أهم خطوط إمداد الحوثيين باتت تحت الصيدرة النارية بعد استعادة القوات الحكومية لسلسلة جبال الزلزال وفي صواح قتل العشرات من مسلحي الحوثي وجرح وأسر آخرون في المعارك الدائرة هناك مصادر محلية ذكرت أن الاشتباكات لا زالت متواصلة حتى هذه الأثناء وأضافت أن القوات الحكومية تخوض منذ يومين معارك عنيفة لاستكمال تحرير صرواح وتكبدت الميليشيات خلالها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح أما محافظة البيضاء فإن وضع الميليشيات الحوثية في هزائم أشد من غيرها والخبر الأهم هو أسر مسؤول رفيع في الجماعة الحوثية وقالت مصادر محلية أن القوات الحكومية تمكنت من أسر مسؤول الإمداد لميليشيات الحوثي ومرافقه في منطقة الرخيم وأوضحت أنه وجدا في تلفون المشرف الحوثي معلومات مهمة المعارك المستمرة في جبهة قانية أسفرت عن صغوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيات فضلا عن تدمير أسلحتهم وعتادهم محافظة تعز هي الأخرى تتلقى الميليشيات الحوثية فيها ضربات موجعة فقد قتل وجرح العشرات في صفوفها حيث تمكنت القوات الحكومية من تحرير تلة الكنبتين وتلة الإريال وعدد من المواقع الأخرى في محيط منطقة عصيفرة فيما لا زالت المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيارات كبيرة في صفوف إصابات الحوثي وفي الجبهة الشرقية لتعز أيضا مصادر محلية ذكرت أن الحوثيين شنوا هجوما لاستعادة مواقع كانوا قد خسرها في كرشة والراهدة لكنهم تكبدوا خسائر فادحة إثر تصد القوات الحكومية للهجوم ما أدى إلى سقود أكثر من 20 قتيل حوثيا وجرح آخرون انتشرت قوة عسكرية كبيرة تابعة لقوات الحماية الرئاسية في محوط قصر المعاشيق في صيرة عقب انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من القصر التي تتخذه الحكومة مقرا لها في العاصبة عدن مصادر محلية أكدت أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بالقرب من القصر أسفرت عن سقوط جريح وأضافت المصادر أن القوى الأمنية انتشرت في المكان خوفا من وجود عبوة أخرى وبشر فريق بمسح المكان لتأكد من عدم وجود أي عبوة أخرى النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل الظروف الصعبة تجبر القعود على بيع مقتنيات مكتباته الخاصة عرض الشاعر والكاتب محمد القعود مقتنيات مكتباته للبيع نتيجة الظروف المادية الصعبة التي يعانيها وتوقف رواتبه من قبل الميليشيات الحوثية حاله حال أكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف موظف لم يتسلموا رواتبهم منذ قرابة عام ونصف أن يعرض الأديب والشاعر اليمني مقتنيات مكتباته للبيع فاعلم أن الحال قد وصل به إلى الحد الذي لا يطاق حقيقة فجرها محمد القعود على صفحته في الفيسبوك وأعلن الشاعر ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع صنعاء أن مكتبته التي تحوي أكثر من ثمانية آلاف كتاب معروضة للبيع لسداد الديون التي كبلته وفي مقدمها إيجار السكن قبل أن يجد نفسه على قارعة الطريق القعود كاتب الروايات القصيرة والذي يعمل أيضا محررا ثقافيا لصحيفة الثورة في صنعاء لم يشفع له ذلك في الحصول على مرتبه ووجد نفسه واحدا من أكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف موظف حرمتهم ميليشيا الحوثي من مرتباتهم منذ أكثر من عام ونصف صحفي آخر زامل القعود في مؤسسة الثورة لصحافة وطباعة والنشر هو صحفي الرياضي علي الريمي لجأ إلى العمل في أحد محلات غسل السيارات بعد توقف صحيفة الرياضة وتوقيف راتبه وزملائه من قبل عصابة الحوثي الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي منذ أكثر من ثلاث سنوات تسببت في هجرة الكثير من الرياضيين إلى البلدان المجاورة كغيرهم بحثا عن تأمين لقمة العيش كما حدث مع مهاجم منتخبات الفئات الصينية محمد جريف الذي حاول الدخول إلى الأراضي السعودية قبل عام ونصف لكن أسرته فقدت الاتصال معه منذ ذلك الحين واقع مأساوي يعيشه الموظفون جراء ممارسات الحوث الرجعية ليظل القعود ومنهم على شاكلته مثالا للمعاناة التي يعانيها الأدباء والكتاب واليمنيون بشكل عام ضمن سقوط أخلاقي للميليشيا تجسده قصيدة السقوط الكبير للقعود ذاته كان الصباح عابسا وكان مهرجانهم يحفه الغموض يرقص فيه القحط والفراغ والظنون وكان الرماد نافشا غروره العظيم يصافح المدى بزهو السقوط الكبير الميليشيات الحوثية تقني أكثر من أربع مليارات ريال من فوارق بيع الغاز المنزلي في السوق السوداء في محافظة المحويت والليرة التركية تخسر أمام الدولار لأول مرة منذ أربع عشرة عاما والرئيس الصيني يرد على واشنطن بخفض التعريفات الجمهورية على السيارات هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في الملف الاقتصادي كشف صراع أجنحة في ميليشيات الحوثي بمحافظة المحويت عن جباية المزيد من الأموال في أسواقها السوداء باستغلال مادة الغاز المنزلي حيث تم تحويل 31 قادرة غاز للسوق السوداء وتباع تحت إشرافها رغم معاناة المواطنين الشديدة وفي هذا السياق كشفت مصادر علامية عن فساد السلطة الحوثية خلال 29 شهرا تقدر بأكثر من أربعة مليارات ونصف المليار ريال من فوارق بيع الغاز المنزلي وحصة المحافظة التي تذهب لصالحها وتعمل على بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لتحرم المواطنين المحتاجين من شرائها بأسعارها الرسمية قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3% في مارس من 14.4% في فبراير وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1% في مارس وكان التضخم بلغ مستوى قياسي مرتفعا يقارب 35% في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجني لأول مرة ومنذ 14 عاما تخسر الليرة التركية 6.5% من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من أن تؤدي مساعي أردوغان لخفض سعر الفائدة لسياسة أكثر تيسيرا حتى مع بقاء التضخم ورغم تمسك الرئيس التركي بموقفه إلا أن هناك مخاوف كبيرة يبديها المستثمرون بشأن السياسة النقدية الجديدة من التضخم والعجل الكبير في ميزان المعاملات الجارية إلا أن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة خشية تنهيارها قال الرئيس الصيني شين جيم بينغ في منتدى بواو الأسيوي الاقتصادي إن بلاده ستخفض التعريفات الجمركية على سيارات وستزيد انفتاح قطائها المالي وتقوي حقوق الملكية الفكرية وذلك على خلفية نزاع تجاري مع الولايات المتحدة وأضاف بينغ في الاجتماع الدولي السنوي أبواب الصين المفتوحة لن تغلق ستفتح فقط على نطاق أوسع ويهدف الثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى خلق بيئة استثمار أكبر جاذبية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية الأساس الذي استندت الولايات المتحدة عليه لفرض تعريفات عقابية على الواردات الصينية أعلن رئيس الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية SNCF أن إضراب عمال القضاء كلف الشركة حتى الآن 100 مليون يورو وأن كلفة الإضراب تبلغ 20 مليون يورو يوميا هذا وجدد عمال السكك الحديدية الفرنسية إضرابهم منذ الأحد احتجاجا على خطة إصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديد مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم في مقابل تصميم الحكومة على المضي قدما في مشروعها زادت سعر النفط أكثر من 1% الثلاثة لتواصل المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل آمال بحل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين دون إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت إلى 69 دولار و 62 سنة للبرميل بزيادة 96 سنة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق وصعدت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيد الأمريكي لتصل إلى 64 دولار و 31 سنة للبرميل بارتفاع 69 سنة انتهت النشرة تذكير بعناوينها السفير أحمد علي يناقش مع غريفيد أهمية إنهاء معاناة اليمنيين بالوصول إلى سلام شامل تفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي وأكثر من 300 ينتظرون الموت الحوثيون يندحرون من ميدي وخسائر قسيمة في الأرواحي والعتاد انتهت النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة